سألوا دائماً بتدافع عن الفنان محمد رمضان بتقول وتأكد أن الناس والسوشيال ميديا رسمين له صورة غلط وأنه مظلوم أنا أظن أنتم مختلفين في تقييم محمد رمضان أنا قلت رأيي فيه قبل كده قلت أن محمد رمضان ظاهرة قدرية ربنا عايز كده ربنا قال له الدنيا دا ما كيوسع الدنيا خدته بالحضنة وقالت له خد اللي أنت عايزه هي ظاهرة موهوب أو غير موهوب لا هو فيه حاجة مهمة أوه دا إذا ضافت حاجة أنا لكده حاول حاجة مهمة محمد رمضان مشروع استثماري ناجح أنا سؤالي مع الأكاديمي والأستاذ الكبير أستاذ فن التمثيل محمد رمضان موهوب ولا مش موهوب محمد رمضان ممثل متميز ولا مش متميز ما هو أصل فيه حاجة هندخل في حاجة غميئة شوية اللي هي قلها لي أنا عايز أتكلم معاك أنا قاعد مع أستاذ أنا قاعد أسجل معك هو المجتمع تغير من مجتمع رحيم لمجتمع رهيب كان لغاية السبعينات مجتمع رحيم في العدل والرحمة والأخلاق والهدوء العصر دا أو الزمن دا الزمن الرهيب اللي فيه صراع والصراع اللي فيه صراع غريب جدا ليس ضد عدو معين ولا ضد واحد قدامك بل هو صراع ضد الأخلاق أنا عمري ما شوفت صراع ضد الأخلاق الناس بتحاول إنها تهزم الأخلاق بتحاول إنها تقتل الأخلاق العصر دا أنتج محمد رمضان بمعنى إنه هو عمل طفرة في أدوار معينة خدت غلبية الشباب اللي هم على الأهاوي واللي عطلين واللي مشلقيين والبتاع واللي هم في الطبقة الدنيا شوية فاخدتهم له فعملت جماهرية فضيعة له أصبح نجم النهاردة محمد رمضان نجم هو طبعا نجم ونجم شباك ونجم تليفزيون وزي مولت لحضرتك ويحصد أعلى أجر في تليفزيون النهاردة كل المعايير التجارية دي إحنا عارفينها بس لو أتكلم مع أستاذ تمثيل طبعا أنا حسألك السؤال بشكل آخر قل لي مين أهم خامة ممثلين في هذا الجيل بيعجبوك عندك كريم عبدالعزيز رخم واحد كريم عبدالعزيز وبعدين كريم محمود عبدالعزيز اتنين كريم محمود عبدالعزيز 3 أحمد عز استني من فضلك ما تأصريش عدو في أحمد عز في مش عاروز انسح حد 3 في عندك بعد كده في أمير كرارة في أحمد حلمي أمير كرارة دي شخصيات غير بقى لطفي غير الخالل النبوي بعدهم بقى جيل اقل منهم كتير بس دول انا باعتبرهم الاربعة والخمسة اللي هم على قمة اللقاء طيب بالنسبة للممثلات بقى هذا الجيل برطه بما ان انا اتكلمنا عن الممثلين في اه ريهان عبدالغفور رقم واحد طبعا حنان مطاوع رقم اثنين اثنين اه مين تاني منازكي 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 ومنازكي اربعة اه يعني دل اربعة كويتين اه يعني الحمد لله على طيب ده رأيك انت بتشوفي رأي مناقض لوالدك فيما يخص عملك مع محمد رمضان وانك بتقولي بوجي تنزلك ايف محمد رمضان يعني بابا يمكن ما حطوش حتى في الترتيب الخمسة اللي اختارهم انت شايفات زيك لا انا كنت قريبة منه اكتر من بابا يعني ما اشتغلش هو معاه بس انا شايفة محمد رمضان ممثل موهوب موهوب ده اللي انا بقول عليه مشروع استثماري نجح ضروري موهوب فانا انا شايفها لان انا كمان تعملت معاك اه وبالتأكيد موهوب طبعا اه يعني تعملت معاك كمان كانسان لقيته انسان كويس جدا مش زي الفكرة لساعة الناس تقعد كلام اللي يقولوه او كده لا انا انا بحبه جدا لان هو بقولك انا اشتغلت معاك اكتر من مرة وما فيش مرة انا حسيت ان هو مش موهوب او مش مهتم بشغله تنصحه بايه كاستاذ انا برضه قلت الكلام ده قبل كده قلت له يا محمد اللي انت فيه ده ابتلاء من الله ليرى هل تشكر ام تكفر واذا شكرت الشكر يكون بانك تعمل اعمال مختلفة ونافعة للوطن وفي خدمة الشباب اللي هما بيعتبروك المسأل الاعلى والقدوة تسيبك من كل الاهيات الادوار الياه البلطاجة والحاجات دي لان احنا في عصر دلوقتي لازم نعيد ترتيب اورقنا بس عاوز اقول لحضرتك حاجة برضو يمكن من عندك من هذا المنبر حاولك حاجة مهمة اقول حضرتك لو فتحت جوجل وكتبت المادة 67 من الدستور اقرأ ايه المادة دي اللي فيها قصور شديد تحق المجتمع بتقول ايه المادة حرية الابداع مكفولة للجميع صحيح بعد كده بقى سيبك من الكلام اللي اتقال بقى الشكليات لكن المضمون فين في الجملة دي صحيح الجملة دي سبب البلاء اللي احنا فيه لان حرية الابداع لابد ان تكون محددة وليها حدود وليها شروط لكن اطلقها على عنانها لا فانا اللي بطلبه من نواب الشعب الات تعديل هذه المادة بحيث يكون مضمونها حرية الابداع مكفولة للجميع بما لا يتنافى مع الاخلاق والشرائع والتقاليد والشرائع السماوية او الدين السماوية نفس دي دي وعديها وعلى الرقابة على المصنفات الفنية مراعاة ذلك احنا ممكن نعدل نفسينا شوية بالرقابة